واحد بيسأل سؤال بيقول لي الرجاء اعتبار هذا السؤال هام ولابد أن تكون إجابته منطقية السؤال سمعته من واحد غير مؤمن بيقول بما أن المسيح هو الله ونعبده فكيف تأكل إلهك في الكنيسة؟ أليست هذه ممارسات وسنية؟ إن كان الروح الساكن فينا هو ما يجعل إيماننا مطلق لكن كيف تقنع غير مؤمن مع أن بعض تلاميذ المسيح تركوه لأنهم وجدوا الكلام صعب مع تحياتي؟ نصيحتي أولا قبل ما جاوب على السؤال كان المفروض بما أنك إنسان مسيحي؟ وتسألت هذا السؤال أنك ترجع ليحنى 6 وتقرأ الإصحاح كله الإصحاح كله بيبدأ بمعجزة الخمس خبزات والسمكتين المسيح يسوع أجبع خمس تلاف رجل ما عدا النساء والأطفال من خمس خبزات شعير وسمكتين بعد كده المسيح يسوع بعد ما صنع المعجزة دي ابتدوا يجروا وراه ويقولوا له فينك؟ وعايزينوا يعمل لهم معجزة فقعدوا ينحرروه فبيقولوا له موسى أنت ديتنا أكلة واحدة لكن موسى دينا المن في البرية أربعين سنة فأنت مش أعظم من موسى؟ يعني إيه؟ يعني آه لو الرجل ده يدينا معجزة تأكلنا وتشبعنا أربعين سنة تبقى حب استفدنا خير وبركة فالمسيح يسوع قال لهم إنكم أكلتم فشبعتم لذلك تطلبونني وابتدى يتكلم عن نوعية الأكل اطلبوا الطعام الباقي للطعام الباقي يبقى عنوان الموضوع الطعام الباقي فإيه هو الطعام الباقي؟ قال أنا هو الخبز النازل من السماء موسى داكم المن في البرية أباكم أكلوا المن في البرية وماتوا أما أنا الذي يأكلني فيحيى إلى الأبد يحيى عن يأكل حياة أبدي موضوع الأكل هو موضوع الفداء الإنسان يأكل علشان يعيش وما يقدرش يأكل أي أكل إلا إذا الأكل فقط حياة يعني النبات في نفس نباتية الطيور فيها نفس الحيوانات فيها نفس حيوانية الإنسان فيه نفس إنسانية النفس تعيش في الدم علشان كده ربنا حرم شرب الدم حتى في كل الديانات اللي تتصل بالله اليهودية ممنوع شرب الدم الإسلام ممنوع شرب الدم المسيحية ممنوع شرب الدم ليه لأن النفس تعيش في الدم إيه معنى كلمة نفس يعني النبات لازم تتقطع رقبته لازم يندرس لازم يتحصد علشان أنت تقر علشان أنت تعيش هو يموت الفرخة اللي بتتدبح لك علشان أنت تعيش وتقولها لازم هي تفقد حياتها ما تقدرش تاكل فرخة أو تاكل لحم بقر وهو بحياته لازم يفقد حياته ومدام فقط حياته يبقى أنت بتاخد حياة تخليك تفقد حياتك يعني إيه يعني أنت بتاكل عشان تكبر وبتكبر عشان تموت إذا أنت بتاكل عشان تموت طب أنا عايزة يبقى لازم تاكل حاجة لا تموت ممن يأكلني تبقى المسيح لما جيه يتكلم على جسد ودمه قال من يأكلني يحيى بيه أي وفيه في الوسانية كانوا في بعض الديانات يعملوا إله من العجوة ويقعد يعبدوه ويأكلوه بس هذا الإله من العجوة بلح فقط حياته لكن المسيح يسوع صلبوه ولكن حاج صلبوه ولكن حاج يطلق عليه اسم المسيح الحي فكلمة يأكلني ده معنى روحي حتى لما أنت حضرتك بتقول لي أن كتير من التلاميذ تركوه تلميذ يعني اللي تبعوه تركوه قالوا إزاي الرجل ده ده جسد ونأكل عارف رد عليهم وقلوا مين الجسد لا يفيد شيء الروح هو الذي يحيي يعني بلاش تفكروا في الأكل المادي بلاش تفكروا في الأكل المادي الأكل اللي هو الشبع في الكتاب المقدس في العهد القديم يقول له وجدت كلامك كالشهد فأكلته تقول لي كلت كلامه ازاي لما أنت تشوف طفل صغير جدا بتحبه جدا تقول فلندا يتاكل يعني يتاكل يتاكل يعني تقبله جواك يعني تشبع بشخصيته يعني يتغلل كيانك كيانك يعني لما تاخده وتلغي ذاتك تقول أحيا لأنا بل المسيح يحيا بيه عشان كده سر التناول سمناه سر سمناه سر وخلي بالك احنا لما بناخد الخبز اللي خده المسيح ما بنديش الإنسان الخبزة هم قال إيه؟ ندي الإنسان جزئية من الخبزة طب هل الإنسان اللي خد الجزئية يبقى تناول من جسد الرب ودمه؟ لا تناول جسد الرب ودمه يعني في الفتفوته دي انت خدت المسيح بالكامل وده السر الإله الفتفوته التعبيريه اللي انت شايفه منبره هي الحياه الكامله من جوه نقطه الدم اللي انت بتاخدها في الأبركه اللي هي متحوله لما تاخده النقطه انت خدت دم المسيح بالكامل عشان كده حتى احنا في الكنيسة بنقول للناس ما تقولش أنا اتناولت من جسد الرب أنا اتناولت جسد الرب ودمه يعني خدت المسيح بالكامل من بره لبست الرب يسوع من جوه تغلغل في جسدي وتغلغل في دمي وكلامه تغلغل في فكري وروحه سكن فيي فبقت أعضائي أعضاء المسيح يعني بقيت أعيش المسيح العمل ده بيقوم به الروح القدس ياخد من المسيح ويدينه وهذا السر لا يستطيع أن يقبله إلا من قبل الروح القدس عشان كده بيقول لك لا تطرحل دراركم أمام الخبز أمام الخنزير ولا دراركم أمام الكلام يبقى إذن هنا الصورة واضحة بالنسبة لنا في حاجة بس عايزة أقولها بيقول إذا كان المسيح هو الله السؤال ده الإجابة بيغلق المسيح مش هو الله بس إحنا ما بنقولش المسيحيين إن المسيح هو الله ونسكن إحنا بنقول هو الإله الكامل وفي نفس الوقت هو إنسان كامل إنسان كامل اسمه يسوع اتحق بالله الكامل هذا الاتحاد بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير يبقى المسيح هو الإله الظاهر في الجسم ولذلك لما حد يجي يسألك هو الله بيجوع؟ لما بيجوعش طب والإنسان يجوع وبما إن الإنسان المسيح هو إنسان كامل عشان كده هو جاع أنا جوعان أنا عطشان لو ما جاعش وما عطش ما يبقاش إنسان طب إزاي بتقوله عليه الإله لأنه هو اللي بيقول من يقبل إلي فلا يجوع هادي قد الأكل ومن يؤمن بي فلا يعتش أبدا قد الشرط إحنا مش بنصنع الإله ونقعد نقله إحنا بنعيش الزكرة بتاعة موت المسيح من أجلنا عشان يدينا حياته خدنا جسد حي وشربنا دمه محي لما بنقول تعب يسوع وجلس لكي يستريح هل الله يتعب؟ استحالة ربنا عمره ما يتعب طب ما هيسوع تعب أيوة كإنسان تعب ولو متعبش ما يبقاش إنسان كامل طب وكإله تعالوا إلي يا جميع المتعبين والسقيلي الأحمل وأنا أروحكم اسأل أي شخص غريب مين اللي يريح التعبين غير الله؟ مين يقدر يريح الناس غير الله؟ يسوع بيقول وأنا أروحكم؟ الله يموت؟ حاشا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت طب والإنسان يموت يسوع كإنسان مات وكإله حي لا يموت فإذا كان مات مات كإنسان لكن اللهوت لا يموت واللهوت متحد بالنسوك اتحد كامل؟ يبقى إذن كده المسيح يموت؟ أي يموت وبما إنه إله من يؤمن بي ولو مات فسيحيا أنا هو القيامة والحياة يبقى إذن هنا بنقول في هذا السؤال اللي بيسألك السؤال إحنا بنأكل المسيح عارف لو كان أكل المسيح أكل مادة عادي؟ أه طب ما نأكله خلص طب تاني يوم هنأكل مين؟ وأنت لو دبحت فرخة دبحت عشان إيه؟ عشان تاكلها طب بعد مكلته راحت فين الفرخة؟ طب تاني يوم يبقى لازم نجيب فرخة تانية وثالث يوم فرخة تالتة يبقى لازم نجيب مسيح تاني ومسيح ثالث ومسيح رابح؟ الحر يقتل لكن الروح يحيي الشبع الشبع بالمسيح ده داود النبي يقول له أشبع إذا استيقصت بشبهك؟ يعني يا رب لما أصبح أشوف شبهة أشبع؟ فالشبع بالله ليس أكل ماد دي ولا تنتقيس الروحيات على المستوى الماد دي والمستوى الجسد دي مها دا اللي فكروا فيه؟ لما بيقولوا ان المسيح ابن الله يبقى الله تجوز العذرة وخلى في المسيح حاشا الله عشان يخلف لازم يجوز إلهة والعذرة مش إلهة العذرة إنسانة بالعكس هي قالتها أنا أمت عبدة الرب وإحنا عندنا لحنة في الكنيسة يقولها افرح يا مريم العبدة مش يفرح يا مريم الإلهة فالله علشان يخلف لازم يجوز إلهة ويخلف منها لأن الله لم يكن له قط صاحبة يعني مفيش وحدة تسوي أن تكون مرأة الله لكن الولادة ولادة العقل من الزات العقل يلد الزات والذات يلد العقل والذات ينبسق منه الروح ولذلك لما تسأل أي واحد في الدنيا عن الزات الله موجود ولا لا هيقول لك موجود وواجد الوجود تقول له الله عاقل ولا غير عاقل يقول لك الله كلي العقل الله الموجود العقل حي ولا ميت يقول لك هو أصل الحياة لما أقول باسم الوجود والعقل والحياة التي في الإله الواحد أنا ببقى أؤمن بثلاث إله ألا ولا بثلاث صفات ذاتية في الإله الواحد واحد بيقول يسأل بعض الأخوة الملحدين أن داود النبي سقط في خطية الزنة وقتل أوريا الحسي يكون عقابه موت الابن ابن الزنة طيب هو إيه زنبه وفين عقاب ربنا لداود النبي على هذه الخطية من زنة وقتل أنا أجاوب على هذا السؤال وبقول إن دايما لما واحد يغلط فأكتر حاجة تتعبوا إن النتيجة تيجي في الأولاد النتيجة تيجي في الأولاد داود النبي لما زنه حملت وكان الحمل غير شرعي وده ملك ونسله ملوك فقاله الطفل اللي هيتولد يموت كن إن الطفل يموت يما أطفال بتتولد بتموت وهي بطن أمها وبعد ما بتتولد وبعد سنة وبعد سنتين لأن الموت ما هوش عقاب لازم تعرف كده الموت حكم الموت حكم علي وعليكم يعني أنا نازل من بطن أمي ومكتوب علي الموت قد وضع للناس أن يموتوا مرة يعني إلى أين أهرب من وجهك يبقى إذن الموت دا أصبح حكم وحكم على كل البشرية على المؤمن وغير المؤمن حكم على الملحد وعلى اليهودي وعلى المسلم وعلى المسيحي وعلى الوسني وعلى الكل على الأطفال وعلى الكبار لأن دا حكم كما في آدم يموت الجميع يعني لما ربنا قال له موتا تموت الموت كله صدر الحكم علينا كبشر وعلى رأي أحد الشعراء قال له نوح على نفسك يا مسكينة إن كنت تنوح لتموتن وإن عمرت ما عمر نوح يعني هتموت حتى لو عشت إيه عمرهم بواحد فموت الطفل ما تجيش تقول لي إيه الزم إيه الزم طب ما في عندك أمهات كتيرة الطفل بطنها يبقى نقول إيه الزم في أمات كتيرة الأطفال ماتوا بعد ما نزلوا من بطن أمهاتهم إيه الزم ما فيه زم والطفل راح السماء بالعكس يمكن لو عاش وكبر وكان طلح شرير وراح النار يبقى ديه من محبة ربنا ليه لأن الأولاد مصيرهم السماء دعوا الأولاد يأتون إليه لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماء أما تقديم داود هو حكمه على نفسه لما جاله نسان النبي فقال له واحد عنده غنمة واحد عنده تسعة وتسعين غنمة اللي عنده تسعة وتسعين غنمة اللي عنده تسعة وتسعين جاله ضيف فاللي عنده غنمة قتله وخد منه الغنمة داود اتنحرر افتكر إنه واحد تاني قال له حين هو الرب إن الغنمة ترد أربعة أضعاف ترد أربعة أضعاف وكلمة ترد أربعة أضعاف يعني يا داود زي ما انت قتلت قرية هيتلاتلك أربعة من أولادك وده اللي حصل الولد اللي نزل من بطل الأم مات نمر واحد أبشلوم ابنه أتل أمنون أخوه أبشلوم أتلوا يقاب أدي ثلاثة أدونية أتلوا سليمان أخوه أدي أربعة يبقى فيه أربعة ماتوا من أولاد داود ودفع الجريمة اللي عملها داود اتعذب كتير اتعذب كتير لغاية لدرجة إنه قال له لك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك ترجمة نانسي قنقر